وكيف يدار الحسم الحربي في مواجهة ثورة الحرية والكرامة جملة أسئلة تجد أجوبتها في وثائق حصلت عليها الجزيرة لمحاضر جلسات ما يعرف بخلية إدارة الأزمات في سوريا وتم تسريبها من قبل عبد المجيد بلكات مدير مكتب المعلومات والبيانات في الخلية والمنشق حديثا عن النظام هذه الخلية تعمل على اتخاذ القرارات بناء على المعلومات الأمنية التي تأتي إليها بشكل يومي وبعد أن تقوم بالاجتماع بشكل يومي في الساعة السابعة في القيادة القطرية ترفع هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية ليتم الموافقة عليها تضم الخلية التي تأسست غدا انطلاق الثورة رجال الأسد الأوفياء أي الحلقة الأمنية المؤلفة من قادة العسكر والاستخبارات وهم باختصار جنرالات سوريا الأكثر مهابة ودموية العماد حسن تركماني اللواء محمد الشعار العماد داود راشحة آصف شوكت محمد سعيد بختان اللواء علي مملوك اللواء محمد ديب زيتون اللواء جميل حسن اللواء عبدالفتاح قدسية وهشام الاختيار تقارير الخلية ترفع بشكل دوري إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها وتشرع الأجهزة الأمنية في تنفيذها على الأرض لكن اجتماعات خلية إدارة الأزمات تشهد مراراً خلافات تبقى مكتومة بين قادة مخابرات الأسد القادة الأمنيين الموجودون في الخلية هم جميعاً على خلاف مع بعضهم فهم رؤساء لفروع أمنية تتنافس في السيطرة على الواقع في سوريا وتتنافس في السيطرة على الأرض في سوريا فعندما يتم تنفيذ خطة معينة من فرع معين لا يتم إطلاع على الفرع الآخر وبالتالي تتشابك الخطط الأمنية وقد يصل إلى مرحلة التضارف في الإجراءات الأمنية المتخزة تظهر محاضر الاجتماعات توثيقاً يومياً لكافة الأحداث التي شهدتها سوريا منذ انطلاق الثورة وتحرص الوثائق على تقديم أرقام متواضعة لأعداد المتظاهرين على سبيل المثال تظهر هذه الوثائق مشاركة نحو 112 ألفاً بين نهاية سبتمبر ومنتصف أكتوبر ونحو 109 ألاف بين الثاني والعشرين والثامن والعشرين من شهر أكتوبر ونحو 117 ألفاً بين نهاية أكتوبر والخامس من نوفمبر لكن هل تعكس هذه الأرقام نبض الشارع فعلاً؟ طلبوا مني العمل دائماً على تخفيض هذه الأرقام إلى نسبة 50% من أجل الحفاظ على معلويات القيادة السياسية ومن أجل أيضاً الحفاظ على مناصب القاد الأمنيين الموجودين في خليط الأزمة أو القاد الميدانيين الموجودين في المحافظات الأخرى كما تبين الوثائق كيف راقب رجال المخابرات المراقبين العرب في أدق تحركاتهم وهو ما أظهرته الوثائق المرفوعة من وزير الداخلية إلى رئيس خلية إدارة الأزمات الذي أحالها بدوره إلى الأسد شخصياً تلك كانت بعض التفاصيل من محاضر شماعات خلية إدارة الأزمات وستقوم الجزيرة بكشف المزيد منها وقد اتهم وزير الإعلام السوري عمران الزعبي حكومة عربية وغربية بالضلوع في التفجير الذي استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق اليوم